رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على التوقعات أو التوقعات بمزيد من الشراكة المثمرة مع صندوق خلال الفترة القادمة وأوضح كمان أن رسالة جورجييفا كانت واضحة جدا أنها أشارت إلى أن العالم بيشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والتغير السريع وده يتطلب من الحكومات أنها تكون أسرع في مواجهة هذه التحديات كمان أكد دكتور مصطفى مدبولي أن الشراكة مع صندوق النقد كانت دائما مثمرة ودعمة لخطط مصر وبرامجها الإصلاحية في المقابل عبرت جورجييفا عن دعم صندوق الكامل لمصر لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية كل الشكر والتقدير للسيدة كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي للصندوق النقد الدولي على هذا المؤتمر الصحفي والحمد لله يعني الشراكة بين مصر والسندوق يعني شراكة دائما كانت يعني في مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي وإن شاء الله نتوقع بإذن الله مزيد من الشراكة الناجحة والمسمرة في خلال الفترة القادمة واعتقد الرسالة اللي وجهتها سيادتها كانت واضحة نحن نتعامل مع عالم يعني يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة جدا في وطيرة التغير وبالتالي لابد على كل الحكومات أن أيضا يعني تتعامل مع هذه التحديات الغير مسبوقة وتكون أيضا أسرع من التغيرات التي تحدث لكي تحقق النجاح والنمود اقتصادي المأمول مرة أخرى بشكر حضراتكم جميعا وكل الشكر والتحية للسيدة كريستالينا على زيارتها لمصر وإن شاء الله ما زال لدينا اليوم العديد من الأنشطة والخطوات التي سنستغل فيها وجود السيدة كريستالينا في مصر وأهلا وسهلا بك سيدتي مرة أخرى في مصر